أهلا بكم مع أخبار رياضة يمثل فريق الوحدات الأردن في الدورة المؤهلة لدور أبطال آسيا لكرة القدم وذلك في النسخة المقبلة كونه حاملا للقب الدوري للموسم الماضي من البطولة وفي حال متأهل الوحدات لدور أبطال آسيا فأنه سينتقل تلقائيا للمشاركة بكأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب فريق الأهلي الممثل الثاني لكرة القدم الأردنية في البطولة بصفته بطلا لكأس الأردن وعلى صعيد بطولة الأندية العربية تقرر أن يشارك الفيصل فيها بصفته وصيفا لبطل الدوري في حين سيظهر شباب الأردن في الأدوار المؤهلة لذات البطولة بصفته وصيفا لبطولة كأس الأردن كان على حساب شباب الأردن بهدف دون مقابل أما آخر لقب للوحدات كان على حساب الجزيرة عام 2010 أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للشبات تسبح اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن البطولة قبل أيام من ختامها أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي في التقرير التالي الفيفا تشيد باستضافة الأردن لبطولة كأس العالم للشابات 2016 هذا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثلي الفيفا صباح اليوم بالإضافة إلى اللجنة المنظمة لهذه البطولة للحديث عن تقييمهم لهذه الاستضافة قبل يومين من إسدال الستار عليها تيتيانا هايني رئيسة البطولات النسوية في الفيفا أكدت أن الأردن نجح باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية وهذا النجاح يعتبر محط تقدير واحترام من الفيفا الذي بدوره سينظر باهتمام إلى أي حدث رياضي يسعى الأردن لاستضافته في المستقبل بدوره أشار المهندس صلاح الدين صبرى رئيس اللجنة المنظمة المحلية للبطولة إلى أن الأردن نجح بكل اقتدار في توفير قاعدة قوية من المنشآت الرياضية التي ستنعكس إيجابا على كرة القدم الأردنية وأن الاتحاد سيعمل على توفير تربة خصبة لأندية كرة القدم النسوية من خلال زيادة عدد الأندية وتوفير مخصصات ودوريات مناسبة من جانبها عبرت سمر نصار المديرة التنفيذية للجنة المنظمة المحلية عن سعادتها الغامرة بالإنجازات التي تحققت من خلال تأهيل البنية التحتية وتأهيل كوادر بشرية مؤهلة لمواصلة الخدمة وكشفت أيضا أن عدد الحضور الجماهيري حتى الآن بلغ 88 ألف مشجع في المدرجات أي بمعدل أربعة آلاف مشجع في كل مباراة وهو رقم يعتبر جيدا نحن فخرين بردود الفعل الإيجابية التي جاءت على استضافة البطولة على تنظيم البطولة من الاتحاد الدولي اليوم كان لدينا اجتماع تنصيقي مع الاتحاد الدولي وكانت كل ردود الفعل إيجابية فعلا الكوادر الأردنية أثبتت أنها أدل المهمة ونظمت حدث عالمي بأعلى المعايير تحضيرات للنهائي تقريبا التذاكر قاربت على الانتهاء بمبيعات كبيرة بس بتعرف إحنا دايما الجمهور بآخر لحظة بآخر يوم بيصير يدور على التذاكر وبالتالي اليوم وبكرة إن شاء الله فيما بيع تذاكر من جهة أخرى أعلنت الفيفا عن حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المباراة النهائية للبطولة يوم الجمعة المقبل والتي ستجمع اليابان وكوريا الشمالية على استاذ عمان الدولي وهذه الزيارة تعتبر الأولى لإنفانتينو منذ تسلمه رئاسة أكبر منظمة كروية في العالم أغلق اليوم باب التسجيل لسباق السرعة الجولة الخامسة وقبل الأخير من بطولة الأردن لسباقات السرعة لموسم 2016 والذي سيقام على حلبة نادي السيارات الملكية وتقام يوم غد عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق وعملية تدقيق الإداري وتوزيع الأرقام على المتسابقين والتدريب على مسار السباق سيرا على الأقدام وذلك في مركز التدريب بنادي السيارات الملكي هذا وسينطلق السباق عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الجمعة حيث يتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل عشرة أوقات يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية افتتحت يوم أمس مباريات الجولة ثالثة من بطولة دور أبطال أوروبا لكرة القدم بإقامة العديد من اللقاءات المثيرة والقوية ومن أبرز هذه اللقاءات حقق فريق ريال مدريد الفوز على وارسو البولندي بخمسة هدف لهدفه بدوره تغلب بروسي دورتموند على سبورتين لشبونا البرتغالي بهدفين مقابل هدف وحيد وعاد يوفنتوس الإيطالي بفوز ثمين خارج أرضه على اليوم الفرنسي بهدف دون رد ونبقى في أخبار دور أبطال أوروبا حيث تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة بمواجهات قوية لعلى أبرزها برشلونة ومنشستر سيتي وباير منيخ وآيند هوفن الهولندي تفاصيل أوفع عن هذه المواجهات في التقرير التالي تتجه الأنظار صوب ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني برشلونة لمتابعة قمة الجولة الثالثة في دور أبطال أوروبا بين أصحاب الأرض وضيفهم القوي منشستر سيتي الإنجليزي كتيبة لويس أنريكي تعتمد على تألق الثلاث القوي ميسي سواريزو نيمار الملقب بالإمس أن هذا الثلاث القادر على قلب الموازين وترجيح كفة الفريق في أي وقت لكن الهجوم الكتالوني سيصطدم بزميل سابق وهو الحارس كلاوديو برافو بالإضافة إلى المدرب القدير بيبي جوارديولا وهو ما سيزيد من إثارة اللقاء لمعرفة الفريقين بنقاط القوة والضعف لكليهما جوارديولا سيعول على أكويرو وديبروين ورحيم ستيرلينج لضرب دفاعات برشلونة المتهالكة بقيادة حارس المرمى تيرت شيغين الباحث عن إثبات الذات خاصة في مواجهته المصيرية أمام برافو وفي المجموعة الرابعة يريد بايرن ميونيخ استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام أتلاتيكو مدريد الإسباني أوروبيا وتعادله مع كولين وإنتراخت فرانكفورت عندما يستضيف ويندهوفن الهولندي على ملعب الأليانزارينا وكان مدرب الفريق البافري الجديد الإيطالي كارلو أنشلوتي انتقد تراخي فريقه ضد فرانكفورت وفي المقابل وصف رئيس النادي كارل هاينس رومينيغي عرض فريقه بأنه غير مقبول على الإطلاق وطالب لاعبيه برد الفعل وتبرز خبرة لاعبي ميونيخ المتمثلة بالعائد ريبري والمهاجم المميز ليفاندوفيسكي والألماني مولار